وللمزيد من المعلومات حول هذه المبادرة يستعرضها لنا زميننا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس إليك مبادرة حياة كريمة لا تهدف فقط للاهتمام بالبنية التحتية والمدارس والري والصرف الصحي وغيره ولكن أيضا الهدف الأساسي من حياة كريمة هي الارتقاء بحياة الإنسان وبناء الإنسان بشكل كبير ومن أهم المحاور التي يبنى على أساسها الإنسان هي التعليم والتطوير والتدريب لذلك حياة كريمة قامت بالتعاون مع حكومة اليابان وتحديدا مؤسسة المدارس المصرية اليابانية لتنظيم وتطوير نظام التعليم المصري عن طريق الطريقة اليابانية وهي التوكاتسو التوكاتسو هي طريقة تعليم يابانية تهدف لتطوير تعامل المعلمين المصريين مع الطلاب في مراحل أساسية وهي المراحل الابتدائية والإعدادية لأنها من خلال هذه المراحل يتم نقش المعلومات المختلفة ونقش الأسلوب الحياة وأسلوب التعامل في الطفل أو في الشباب الصغار ليتعاملوا على أساسها في حياتهم اليومية لا يقتصر نظام تعليم التوكاتسو على التعليم الأكاديمي فقط ولكن هو نظام للتعامل في الحياة العملية تطوير في التعامل التعلم والتعليم التعلم من الحياة والتعلم من خلال الحياة يستهدف هذا النظام التعليمي التوكاتسو التعاون المشترك بين التلميذ مساعدة الآخر تقبل الأراء التعامل بطريقة متساوية مع جميع الأديان مع جميع أيضا الأعمار المختلفة احترام الآخر تبادل الثقافات ولكن أيضا هو ذلك عن طريق تنمية المهارات المختلفة سواء تنمية مهارات القيادة لقيادة المستقبل كان هناك في حقيقة الأمر في هذا التدريب الذي استمر يستمر على مدار ثلاثة أيام هي الدورة الثالثة في ست محافظات مختلفة كانت الدورة الأولى هي دورة فقط نظرية الدورة الثانية هي تطبيق فعلي والدورة الثالثة الآن هي عبارة عن التعامل المباشر مع الطلاب والعودة مرة أخرى للتقييم الفعلي لما حدث مع الطلاب ومدى تأثيره بالفعل شهدت إحدى هذه الورش إحدى الطالبات والمعلمات اليابانيات وردين تأثروا بشكل كبير من تطور أداء المعلمين المصريين بسبب نظام التوكاتسو حتى أنها بكت داخل هذه الورشة وتحدثت عن أنها رأت نموذج مصغر لطريقة التعليم اليابانية هنا في المدارس المصرية ولا يقتصر فقط هذا النظام على مدارس المصرية اليابانية ولكن أيضا على المدارس القائمة وهي المدارس الخاصة بحياة كريمة على أمل أن تنطلق هذه المبادرة في جميع المدارس بشكل عام للوصول للطلاب في المرحلة الأساسية للتعامل مع أمور الحياة سواء تعليميا أو ثقافيا بشكل